إذا من نفتح القطاعات بشكل طبيعي أو خلينا نقول شبه طبيعي إذن ليس هناك لزوم لقانون الدفاع لا هذا الأمر صحيح؟ شكراً لهذا السؤال أولاً يعني أنتم تعرفوا أن هذه الجائحة لم تنتهي من العالم وهناك اليوم جائحة عارمة في العالم على غير متلقي المطاعيم يعني أميركا أكبر دولة في العالم تعطي مطاعيم هي نفسها تعرف هما بنتج فايزور بنتج موديرنا وبتبرعوا كمان لدول العالم أمريكا اليوم في عندها موجة عارمة موجة رابعة صارت لغير متلقي المطاعيم اللي متلقين المطاعيم زي ما تفضلت الأخت ميز أنه يعني لو صابوا الفيروس بيجي خفيف جداً زي رشح بيضطرش حتى أنه يدخل على مستشفى ولا إيشي أما للأسف اللي مش متلقي للمطعوم قد يؤدي أيضاً إلى ربما الوفاة لا صمح الله فأمر الدفاع سيظل قائم مدامة هذه الجائحة موجودة من حولنا وإحنا لليوم يعني أنا لما اليوم يكون عندي من عشر مليون شخص في ثلاثة مليون ونصف شخص اللي تلقوا الجرع الأولى معناته أنا لسه عندي ستة ونصف مليون شخص لسه مش ماخدين مطاعيم صحيح في منهم أطفال وفي منهم صغار لكن أنا بدي أوصل لعلى الأقل خمسة مليون شخص اللي أنا أكون ضامن أنه إحنا في وضع سليم هذا واحد هذا ممكن يأخذ سنوات وفترات طويلة لو لا مش وما ننصر مهندس أنه الجائحة مش بس علينا على دول عديدة في العالم وآغلب الدول ما حطت قانون دفاع الحقيقة إحنا أمر الدفاع إذا لاحظت تعاملنا معاه كما جاء في التوجيه الملك السامي بالحد الأدنى تماما بالحد الأدنى تماما وكل ما يتعلق في أمور الصحة يعني إحنا للآن كل أمور صحية لكن أيضا تعاملنا معاه بما يضمن الأمن المجتمعي والسلم المجتمعي أنت يمكن فيه كثير ناس يعني بيحكوا على أمر الدفاع رقم 6 خلينا نحكيه بالاسم لأنه هذا منع يعني القطاع الخاص من أنه يسرح موظفينه إذا كان ما بدوش إيهم أنت تخيل أنت الأمر هذا لو ما كانش أمر الدفاع رقم 6 كان يمكن بجوز يعني كثير من اللي موجودين في القاعة ما يكونوش الآن موجودين للأسف معنا هذا بالإضافة لأنه أتاحلنا أنه نستخدم برنامج زي استدامة وزي تعافي اللي مع الضمان الاجتماعي ومع غيره اللي نساعد الناس أنهم وقفوا على رجليهم إحنا اليوم الحكومة بعد ما عملت إجراءات تخفيفية وتعزيزية وتحفيزية بشهر أربعة أيضا قامت في هذه الفترة باستمرار ببرنامج استدامة إن شاء الله إحنا على آخر الشهر يعني إن شاء الله يمكن يوم الأحد أنه يعني نرفع للمقام السامي اللي هي أولويات الحكومة للبدء بالتعافي الاقتصادي إن شاء الله هذا الأمر أنه يبدأ يساعد في أنه إحنا كلنا ننهض مع بعض شوي شوي اقتصاديا بإذن الله اللي نخرج من الوضع اللي إحنا الآن موجودين فيه اللي كل العالم مر فيه مش بس إحنا لحالنا ولكن يعني الحقيقة أنه تعاملنا معه بشكل فيه الكثير من المرونة ومن الميران أيضا استغلالا للوقت إذا ممكن أروح معاك لموضوع الجرعة الثالثة في اجتماعاتكم في الحكومة عم تدرسوا موضوع منح الجرعة الثالثة لأنه الآن أوائل الناس اللي أخذت جرعات كانت في شهر ثلاثة العام الماضي كجرعة أولى شهر اثنين شهر اثنين عفوا اللي بدي أحكيه حتى مع الجرعة من العام هذا أول جرعة في شهر 11 من العام الماضي أول جرعة أول جرعة يعني خلينا نقول عاد الناس اللي حولينا وبنعرفهم يعني في آخر العام من الجرعة الثانية صار معرر ستة شهر وأكتر فبالتالي حسب الدراسات اللي عم نقرأها يعني في وسائل الإعلام الطبية بشكل عام أنه بعد فترة المناعة بترجع وعملنا منشوف بعض الدول اللي حولنا وضعت جدولة لمنح الجرعة الثالثة عشان نطلع من هذا الموضوع في عنا أي تفكير أو أي مخطط لموضوع جدولة جرعات الثالثة كيف ممكن يكون شكلها هل ممكن تكون يعني اختيارية إجبارية مجانية غير مجانية يعني أي شيء عندكم في الحكومة هل تدارستو بما يخص الجرعة الثالثة الحقيقة يعني يمكن أنتم سمعتوها من نفس معالي الدكتور فراس هواري وزير الصحة وكذلك من عطوفة الأمين العام دكتور عادل بالبيسي قالوا بأنه كل اللي عندهم أمور تتعلق بالمناعة وتتعلق بالأمراض المزمنة يعني زي غسيل الكلا زي شغلات من هالنوع هدول لابد أن يأخذوا جرعة ثالثة معززة لابد أن يأخذوا جرعة ثالثة معززة ويصار الآن إلى عمل جداول وبرنامج لهذا الأمر وموضوع الجرعة الثالثة نحن على اتصال دائم في لجنة الأوبئة ووزارة الصحة مع جماعة الـ FDA ومع جماعة الـ CDC ومع جماعة الـ WHO ومنظمة الصحة العالمية مع المنظمات العالمية نحن كيف يسير العالم بهذا الاتجاه نحن نسير معه نحن جزء من العالم هذا الوباء لا يعرف لا أردن ولا عراق ولا مصر ولا سوريا ولا تركيا هذا إحنا كلنا الآن بشر نتوقع إعلانات قريبة عن موضوع الجرعة الثالثة نعم ستكون هناك إعلانات بكل تأكيد سيكون هناك إعلانات وستكون مثل ما كان الإعلانات عن الأمور الأخرى بالتدريج بالتدريج بشكل شفاف وبشكل بسيط جدا أيضا نحن اليوم الجيد في الموضوع أن البنية التحتية لذلك مهيئة مراكز التطعيم موجودة في كل المملكة مراكز التطعيم اليوم أصبحت كلها مرتبطة إلكترونيا ببعض يعني أنت مش مطلوب منك حتى فقط بس سجل اسمك على المنصة لا تنتظر الوقت الذي تروح عليه بس دخل اسمك وروح على أي مركز بدكية بتحب درايف ثرو بالسيارة أهلا وسهلا بتحب على المركز القريب على بيتك كويس كنت في محافظة الكرك وحبيت تدخل على مركز تطعيم هناك أدخل وين ما بدك روح يعني إحنا اليوم بشكل عام سهلنا الأمور يعني تجربة الناس بشكل عام بموضوع تلقي المطعوم كانت آمنة كانت ممتازة جدا فطبعا من أقولكم يعطيكم ألف عافية طيب عشان ننتقل سريعا إلى المحاور الأخرى نحكي عن السياحة في البلد ذكرت بأنه هناك المختربين اللي زاروا كان لهم العام الماضي والعام اللي قبل وما زاروا الأردن شفنا أيضا من إخواننا الخليجيين دخلوا إلى الأردن واستمتعوا بالسياحة ولكن كان فيه هناك يعني افتقدنا خلينا نقول السياح الأجانب بمعنى الأجانب مع عداء الخليجيين هدول وين هم؟ صحيح الحقيقة أنتوا تعرفوا أنه أولا إجانا عدد لا يستهان فيه من السواح الأجانب ولكن أنتوا تعرفوا السواح الأجانب بيجوا على المنطقة من خلال رزمة بيسموها باكيج يعني هم ما بيجوش على الأردن لحالها بيجوا على الأردن وعلى دول الجوار بالعادي بيقول لك جاي وجاي أنا من أميركا مش معقول آجي بس يعني صار بلف هم بالنسبة لهم الأردن ومصر وفلسطين ولبنان وكذا وإشي هذي كأنها منطقة واحدة يعني بخلال بالضبط جولة واحدة بلفوها كلها للأسف أنه معظم الدول الجوار في الفترة اللي إحنا كنا فيه أمان وباطمئنان بسبب المطاعم اللي إحنا موجودين فيها معظم دول الجوار كانت تسجل إنها دول حمراء على القائمة العالمية ويقدروشوا دخلوها فلذلك هذا الحكي حد من أشياء كثيرة علينا ولكن إحنا عوضناها برضو بطريقة ثانية كيف؟ إحنا لأنه منطقة خضراء كثير من إخواننا مثلا العرب اللي بدهم روحوا على الخليج يرجعوا على أعمالهم كان يجب أن يدخلوا في منطقة خضراء لمدة 14 يوم قبل ما يروحوا على دول الخليج علشان يعني بدهم يكون كأنها فترة حجر أو فترة حضر أنا شخصيا شفت من أصدقاء إلنا يعني من دول عربية بشوفهم شو بتسووهن قال والله إحنا جايين بدنا نقعد 14 يوم قبل ما نرجع على شغلنا في دبي أو في أبوظبي أو في الرياض أو في كذا وإلى خير وكانوا يستغلوها للأمانة كلهم بأشياء سياحية بقول لك أنا جاء يعني قاعد وقاعد 14 يوم شو بدي أجأ أسوي وهو طبعا يعني معا بي سي آر سالب وماخدين جرعة المطعوم لكن لأنه جاي من بلد تعتبر حمراء فبيقدر شدخل على طول فهذه أيضا يعني ساعدت إلى حد ما في هذا الموضوع وإن شاء الله إحنا جايين إلى قدام شوي برضو كتير شغلات كويسية زي مهرجان جرش وزي غيره إن شاء الله إنه برضو بساعد